صباح الخير حبيب الحلوين كيف أصبحتم أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية خاصة في الظروف التي نعيشها الآن أعرف عن نفسي المعلمة نهاية محاجنة معلمات اللغة العربية للصف الثاني للطلاب اللي كمان إسا نضموا معنا برحب فيهن بحكي لهن أهلا وسهلا في كل يوم معنا في درس اللغة العربية للصف الثاني هيا بنا ماذا يجب أن نحضر للحصة ورقة أو دفتر لغة عربية قلم رصاص سأعطيكم بعد الوقت لتذهب وتجهز الأغراض للحصة هيا بنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هل أحضرتم الأغراض؟ هي بنا نبدأ الحصة ماذا سنتعلم اليوم؟ ماذا سنتعلم اليوم؟ مشاهدة فيلم قصير حول موضوع الدرس حوار حول ماذا ترى ماذا جرى قراءة النص ومعالجته حل أسئلة فهم المقرؤ حول النص قراءة جملة من النص تحليل الكلمات إلى مقاطع إملاء منظور والآن هيا بنا ننتقل سوية لمشاهدة هذا الفيلم القصير والآن ماذا ترى؟ ماذا ترى؟ هيا طلاب الأحباء شاهدنا فيلم قصير أرى تفضل أرى فراشة جميل أرى فراشة رائع جدا ماذا ترى أيضا؟ أزهارا أحسنت نعم أرى أزهارا ورودا لونها أصفر جميل جدا عشبا صحيح عشبا جميل الآن زهرة الصفر رائع جدا الآن هيا نعيد أحباء الطلاب قراءة الكلمات مرة أخرى فراشة جميل أزهارا رائع ورودا لونها أصفر عشبا زهرة الصفر ولكن قبل أن ننتقل علينا أن نعود لكلمة كلمة ونقوم بتقطيعها فراشة هيا نقطع سوية كلمة فراشة فراشة جميل مرة أخرى فراشة كم مقطع لدينا في كلمة فراشة أربعة مقاطع أحسنتم أنتم رائعون هيا كما يبدو أنكم اليوم قد شحنتم طاقة مليئة نكمل نقرأ الكلمة التالية أزهارا هيا نقطع كلمة أزهارا أز ها را جميل أز ها را كم مقطع لدينا في كلمة أزهارا ثلاثة مقاطع أحسنتم الآن ننتقل للكلمة التالية التي ذكرتموها أنتم حسب الفيلم هيا نقرأها سوية ورودا لونها أصفر هيا نقطع كلمة ورودا و رو دا جميل مرة أخرى أحبائي و رو دا أحسنتم كم مقطع لدينا في كلمة ورودا ثلاثة مقاطع ننتقل للكلمة التالية عشبا مرة أخرى نقرأها عشبا هيا نقطع كلمة عشبا عشبا مرة أخرى عشبا أحسنتم رائعون كم مقطع لدينا في كلمة عشبا مقطعين جميل جدا الآن ننتقل للكلمة التالية التي ذكرتموها زهرة الصفير أحسنتم هيا نقرأها مرة أخرى زهرة الصفير رائعين هيا نقطع كلمة زهرة زه ر ت مرة أخرى زه ر ت كم مقطع لدينا في كلمة زهرة ثلاثة مقاطع أحسنتم أحباء الطلاب والآن وصفنا ما شاهدناه في الفيلم القصير حول الفراشة بكلمات والآن أسألكم طلاب الأحباء ماذا جرى؟ نحن معتدون أن نتحدث عن صورة بكلمات في البداية ثم بعدها نقوم بترتيب جمل حسب الذي شاهدناه شاهدنا فيلم قصير حول الفراشة من يريد أن يشاركني ويذكر جملة ماذا جرى؟ تفضل 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 نقرأها مرة أخرى في الحقل عشب وأزهار رائع جدا والآن نعود لقراءة الجمل سوية الجملة الأولى هي تمتص الفراشة الرحيقة تقف الفراشة على زهرة في الحقل عشب وأزهار في الجملة نعود للجملة الأولى أحبائي تمتص الفراشة الرحيقة هيا نقطع كلمة تمتص سوية تمتص أحسنتم مرة أخرى لنمارس سوية مهارة تقطيع الكلمات هيا تمتص رائعون ننتقل للكلمة التالية في الجملة الأولى تمتص الآن كلمة الفراشة هيا بنا نقطع كلمة الفراشة الفراشة جميل جدا مرة أخرى الفراشة كم مقطع لدينا في كلمة الفراشة لدينا خمسة مقاطع رائع جدا ممتزون هيا ننتقل للكلمة الثالثة في الجملة نقرأ الكلمات التي قمنا بتقطيعها في البداية تمتص الفراشة الرحيقة الآن علينا أن نقطع سوية كلمة الرحيقة الرحيقة رائعين مرة أخرى الرحيقة أحسنتم نقرأ الجملة للمرة الأخيرة تفضل تمتص الفراشة الفراشة الرحيقة ننتقل للجملة التالية تقف الفراشة على زهرة علينا أن نقطع الكلمات سوية هيا بنا نبدأ تقف تاقف رائع جدا كم مقطعا لدينا في كلمة تقف لدينا ثلاثة مقاطع نعيد تقطيعها مرة أخرى تا قف أحسنتم الآن نقطع كلمة الفراشة هيا بنا الفراشة جميل جدا مرة أخرى الفراشة تا كم مقطعا لدينا Fuß في كلمة الفراشة لدينا خمسة مقاطع رائع جدا تقف الفراشة على هيا نقطع كلمة علي على على رائع كم مقطعا لدينا في كلمة علي لدينا مقطعي آثنين تقف الفراشة على زهرة رائعون لديكم مشاركة رائعة هيا نقطع كلمة زهرة سوية زهرة جميل زهرة أحسنتم ننتقل لقراءة الجملة مرة أخرى تقف الفراشة على زهرة ننتقل للجملة الثالثة في الحقل عشب وأزهار في الحقل عشب وأزهار هيا نقطع كلمة في في كم مقطع لدينا في هذه الكلمة مقطع واحد أحسنتم رائعون والآن ننتقل للكلمة التالية الحقل هيا نقرأها سوية الحقل ممتاز هيا نقطعها الحقل جميل جدا مرة أخرى نقطعها الحقل كم مقطع لدينا في كلمة الحقل يا تورا ثلاثة مقاطع أنتم رائعون ننتقل للكلمة التالية عشبن هيا نقطعها مرة أخرى عشبن هيا نقطعها عشبن عشبن أحسنتم كم مقطع لدينا في كلمة عشبن لدينا مقطعين اثنين رائعون ننتقل للكلمة الأخيرة في الجملة وَأَزْهَارُنْ هيا نقرأها وَأَزْهَارُنْ هيا نقطعها معا وَأَزْهَارُنْ جميل مرة أخرى وَأَزْهَارُنْ كم مقطعا لدينا في كلمة وَأَزْهَارُنْ هيا هيا من يريد أن يشاركني أربعة مقاطع أحسنتم الآن نعيد كراءة الجمل مرة أخرى وسأقوم بالسؤال حول كل جملة وجملة لأرى مدى تفاعلكم وفهمكم لهذه الجمل التي ذكرتموها الجملة الأولى تمتص الفراشة الرحيقة ماذا تمتص الفراشة بحسب هذه الجملة من يريد أن يجاوبني تفضل تمتص الفراشة الرحيقة إجابة رائعة أحسنتم من التي تمتص الرحيقة تفضل تمتص الفراشة تمتص الرحيقة إجابة صحيحة ننتقل للجملة الثانية تقف الفراشة على زهرة وفراءة الجمل التي ذكرتموها حسب الفيلم القصير الذي شاهدناه قرأناها وكمنا بتقطيع الكلمات ننتقل للمرحلة التالية من الدرس ما الذي نعرفه حسب الفيلم الذي شاهدناه حسب الفيلم الذي نعرفه أن تمتص الفراشة الرحيقة هذا ما كنتم أنتم بذكره حسب الفيلم وحسب المعلومات التي أخذتها منكم ولكن كيف تمتص الفراشة الرحيقة لنعرف ذلك هيا بنا إلى الدرس هيا بنا هل أنتم جاهزون سنتعلم اليوم نص الفراش سأقوم في البداية بقراءة هذا النص لوحدي قراءة كاملة وبعدها سأعطيكم بضع الوقت لتقوموا بقراءته كي يتسمى لنا الحوار حول هذا النص هيا نبدأ هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا الفراش الفراش حشرات كثيرة الأنواع للفراشة ستة أرجل وأربعة أجنحة ألوان أجنحتها رائعة مثل الأبيض، الأزرق، البني وغيرها تغطي طبقة من القشر الناعم الملون أجنحة الفراشة تزين الفراشة الحقولة والبساتينة بألوانها وحركاتها الجميلة للفراشة خرطوم لسان طويل تمتص به رحيق الأزهار تضع الفراشة بيضها على ورق الشجر والنبات والآن بعد أن قمت بقراءة النص أمامكم سأعطيكم بعض الوقت لتتدربوا على مهارة القراءة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والآن طلابي بعد أن قمتم بقراءة النص لوحدكم قراءة صامتة سنتحاور حول النص هيا بنا هيا بنا ننظر للنص نقرأه مرة أخرى الفراشة الفراش حشرات كثيرة الأنواع للفراشة ستة أرجل وأربعة أجنحة ألوان أجنحتها رائعة مثل الأبيض الأصفر الأزرق البني وغيرها تغطي طبقة من القشر الناعم الملونة أجنحة الفراشة تزين الفراشة الحقولة والبساتين بألوانها وحركاتها الجميلة للفراشة خرطوم لسان طويل تنتص به رحيق الأزهار تدع الفراشة بيضها على ورق الشجر والنبات والآن هنا سنتأمل النص قليلا سنتحدث حول النص سأقوم بقراءتي بطرح أسئلة عليكم كي نفهم النص جيدا أولا من خلال العنوان الفراش عن ماذا سيحدثنا هذا النص من يريد أن يشاركني سيتحدث النص عن الفراش رائع جدا بحسب رأيكم وبحسب القراءة التي قمنا بقراءتها ماذا يعطينا هذا النص ما هي المعلومات التي اكتسبناها من هذا النص من يريد أن يشاركني تفضل أن الفراش من عائلة الحشرات وكيف عرفت أن الفراش من عائلة الحشرات ننظر إلى النص جيدا أحسنت من خلال السطر الأول يذكر أن الفراش حشرات كثيرة الأنواع أحسنتم هذه الجملة الأولى التي نراها في النص جميل جدا إذن هذا النص هو نص معلومات يعطينا معلومات عن الفراش جميل جدا ومن يريد أن يشاركنا بمعلومة أخرى اكتسبها من النص جميل تفضل أن للفراشة ستة أرجل وأربعة أجنحة رائعون أنتم رائعون في هذه الجملة ما هي المعلومة التي يمكن أن نأخذها من هذه المعلومة ما هي العنوان الثانوي الذي يمكن أن نعطيه لهذه الفقرة تفضل مبنى جسم الفراشة وهنا رائع جدا إجابة سليمة وهنا أريد أن أقول لكم معلومة أخرى لم تذكر في النص أن الفراشة يتكون جسمها من ثلاثة أقصام الرأس، الصدر، والبطن للفراشة أيضا مكون جسمها من ثلاثة أقصام رأس، صدر، وبطن وأيضا لها ستة أرجل وأربعة أجنحة من يريد أن يكمل معي بإكمال بإعطاء معلومات أخرى تعرف عليها من خلال نص الفراش تفضل ألوان الفراشة مختلفة رائع يوجد ألوان كثيرة للفراش كيف عرفت ذلك؟ ألوان أجنحتها رائعة نعم هذه المعلومة ذكرت في النص بالسطر الثاني جميل جدا من يريد أن يشاركنا أيضا بمعلومة أخرى تزين الفراشة الحقولة والبساتين أحسنتم رائعون ممتاز جدا لديكم مشاركة رائعة من يريد أن يعطيني معلومة أخرى اكتسبها من خلال نص الفراش تغطي طبقة من القشر الناعم الملونة أجنحة الفراشة جميل جدا هل بقي معلومات أخرى تحبون أن تشاركون بها من خلال نص الفراش؟ نعم للفراشة خرطوم لسان طويل تمتص به رحيق الأزهار وهنا يمكننا أن نعطي عنوان آخر لهذه الجملة وهو غذاء الفراشة رائع جدا كما نمر غذاء الفراشة هو رحيق الأزهار جميل جدا أنتم رائعون جملة التالية من يريد أن يذكرها تفضل تضع الفراشة بيضها على ورق الشجر والنبات في هذه الجملة نستطيع أن نعطي أيضا عنوان بسيط حولها من يريد أن يشاركني بالإجابة؟ تفضل تكاثر الفراش رائع تكاثر الفراش بواسطة الإبادة رائع جدا هيا نرتب الأفكار التي تعرفنا حولها من خلال نص الفراش أولا الفراش ينتمي لعائلة الحشرات جميل جدا تعرفنا عن مبنى جسم الفراش أنها لها ستة أرجل وأربعة أجنحة رائع جدا وتظهر بألوان مختلفة كما أنها تزين السهولة والحقول بحركاتها الجميلة أريد أن أسألكم سؤال بحسب رأيكم في أي فصل يظهر الفراش لم يذكر هذه المعلومة في النص من يريد أن يفكر معي ويجيب عن هذا السؤال في أي فصل يظهر الفراش بحسب رأيكم تفضل في فصل الربيع رائع يظهر الفراش في فصل الربيع جميل جدا والآن سننتقل سوية بعد أن تحدثنا عن نص الفراش ونص معلوماتي اكتسبنا من خلاله معلومات عن الفراش هيا أحباء الطلاب ننتقل إلى مرحلة حل أسئلة فهم المقروق السؤال الأول عدد أجنحة الفراشة جناحان ثلاثة أجنحة أربعة أجنحة أم ستة أجنحة مرة أخرى أعيد قراءة السؤال عدد أجنحة الفراشة جناحان ثلاثة أجنحة أربعة أجنحة أم ستة أجنحة وهنا أحباء الطلاب أريد أن ألفت انتباهكم إلى أن لدينا في السؤال جملة المفتاح وهذا ما احتدنا عليه في الحل جملة المفتاح هي عدد الأجنحة علينا أن نعود إلى النص لنقوم بالبحث عن الإجابة الصحيحة لهذا السؤال عدد أجنحة الفراشة هيا نعود إلى النص نبحث عن جملة المفتاح نبدأ من السطر الأول الفراش حشرات كثيرة الأنواع للفراشة ستة أرجل وأربعة أجنحة هنا يوجد لدينا إجابة ولكن هل ذكر كلمة عدد أجنحة بالتحديد بحسب رأيكم؟ لا لم يذكر صحيح جدا ولكن ذكر كلمة أربعة أجنحة في بعض الأحيان يمكن أن يواجهنا مثل هذا السؤال لا تكون الإجابة دقيقة وواضحة تذكر الكلمة بالتحديد جملة المفتاح ولكن علينا أن نطور مهارة اتخاذ القرار في تحديد الإجابة للسؤال المطروح وهنا يذكر لنا أربعة أجنحة إذن يقول لنا حسب النص أن عدد أجنحة الفراشة هو أربعة أجنحة مرة أخرى نقرأ الإجابة عدد أجنحة الفراشة أربعة أجنحة ننتقل للسؤال التالي علينا اختيار الإجابة الصحيحة ضع إشارة X داخل مربع الإجابة الصحيحة القشر الناعم يغطي مرة أخرى القشر الناعم يغطي واحد لسان الفراشة بيض الفراشة أرجل الفراشة أجنحة الفراشة لنقوم بالإجابة عن هذا السؤال علينا أن نعود كما تعودنا دائما إلى النص هيا بنا نعود إلى النص ولكن عدلينا في البداية تحديد جملة المفتاح في هذا السؤال الكشر الناعم يغطي ماذا يغطي الكشر الناعم هيا معي نعود إلى النص الفراشة سنبحث عن كلمة المفتاح الكلمة المفتاح يغطي أو تغطي من يريد أن يقول لي في أي سطر تظهر كلمة يغطي أو تغطي وهي جملة المفتاح نعم رائعون تظهر هذه الكلمة في السطر الثالث هيا بنا نقرأ سوية السطر الثالث هل أنتم جاهزون؟ أحسنتم هيا بنا تغطي طبقة من الكشر الناعم الملون أجنحة الفراشة مرة أخرى تغطي طبقة من الكشر الناعم الملون أجنحة الفراشة إذن الكشر الناعم ماذا يغطي بحسب هذه الجملة؟ أجنحة الفراشة رائعون هيا نعود لنختار الإجابة الصحيحة الإجابة الصحيحة هي أجنحة الفراشة أحسنتم ننتقل سوية للسؤال الثالث غذاء الفراشة حسب النص هو واحد رحيق الأزهار اثنان حشرات صغيرة ثمار البساتين أربعة ورق الشجر والنبات أعيد قراءة السؤال مرة أخرى غذاء الفراشة حسب النص هو واحد رحيق الأزهار اثنان حشرات صغيرة ثلاثة ثمار البساتين أربعة ورق الشجر والنبات ما هي جملة المفتاح في هذا السؤال؟ نعم جملة المفتاح هي غذاء الفراشة رائعون ممتاز أحسنتم لنجيب عن هذا السؤال علينا العودة للنص مرة أخرى لاختيار الإجابة المناسبة هيا بنا هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا أعيد وأذكر جملة المفتاح هي غذاء الفراشة من يريد أن يشاركني في أي سطر نجد غذاء الفراشة؟ نعم هيا نفحص السطر الرقم خمسة لنقرأه سوية للفراشة خرطوم لسان طويل تمتص به رحيق الأزهار هل هنا ذكر كلمة غذاء الفراشة بالتحديد؟ صحيح لم يذكر ولكن علينا اتخاذ القرار السليم في تحديد الإجابة وهذا ما قمنا بشرحه أن رحيق الأزهار بشكل عام وبالتحديد هو غذاء الفراشة لم تذكر كلمة غذاء بالتحديد ولكن من خلال الصياق نفهم أن رحيق الأزهار هو غذاء الفراشة هنا علينا أن نتخذ القرار السليم باختيار الإجابة المناسبة للسؤال وهو غذاء الفراشة رحيق الأزهار هيا بنا نضع الإجابة الصحيحة غذاء الفراشة هو رحيق الأزهار أحسنتم والآن ننتقل لمرحلة أخرى من الدرس علينا أن نحضر ورقة أو دفتر لغة عربية قلم رصاص وممحا سأعطيكم بعض الوقت لتجهزوا أقلامكم ودفاتركم والآن أحباء الطلاب هل كنتم بتجهيز الأغراض التي طلبناها منذ بداية الحصة؟ هل أنتم جاهزون؟ سننتقل لمرحلة أخرى من الدرس رائح أنتم جاهزون هيا بنا نبدأ الآن سنقوم بتطبيق مهارة الإملاء المنقول الإملاء المنقول يوجد عدة خطوات لهذه المهارات أولا سأقوم بعرض جملة تعلمناها من خلال النص نص الفراش الذي تعلمناه قبل قليل ثم نقوم بقراءة هذه الجملة معا وبعد ذلك أظهر كلمة كلمة أمامكم نقرأها سوية نقوم بتقطيعها نمعن النظر جيدا بها وبعد ذلك تحضرون أقلامكم ودفاتركم لأملي عليكم الكلمة التي تشاهدونها أمامكم هل أنتم جاهزون؟ أنتم رائعون هيا بنا نبدأ الإملاء جملة الإملاء الجملة التي اخترتها لكم من نص الفراش هي الفراش حشرات كثيرة الأنواع مرة أخرى أقرأها لوحدي الفراش حشرات كثيرة الأنواع ولكن هيا بنا نقرأ الجملة سوية الفراش حشرات كثيرة الأنواع انظروا لهذه الجملة أمعن النظر جيدا في التشكيل وفي الكلمات أنتم رائعون هيا بنا ننتقل للكلمة الأولى هيا نقرأ هذه الكلمة التي تظهر أمامكم الفراش أحسنتم نقرأها مرة أخرى الفراش ممتاز أنتم رائعون أنتم أبطال هيا نقطع كلمة الفراش الفراش جميل جدا مرة أخرى الفراش جميل كم مقطعا لدينا في كلمة الفراش أربعة مقاطع أحسنتم هيا نقرأها مرة أخرى الفراش والآن حضروا أقلامكم ودفاتركم سنبدأ بمرحلة الكتابة الآن هيا نكتب ما أمليه عليكم الآن هل أنتم جاهزون هيا بنا حضروا أقلامكم سأبدأ بتسمية الكلمة هيا أكتبوا الفراش مرة أخرى أعيد أمامكم اللفظ الفراش الكلمة تظهر أمامكم سأعطيكم بعد بضع الوقت حالما تكتبوا هذه الكلمة هل انتهيتم من كتابة كلمة الفراش؟ أنتم رائعون والآن هيا ننتقل لقراءة الكلمة التالية هيا نقرأ ما الكلمة التي تظهر أمامكم؟ حشرات رائعون هيا نقرأها مرة أخرى حشرات الآن هيا نقطع كلمة حشرات إلى مقاطع حشرات جميل جدا مرة أخرى حشرات أحسنتم أنتم رائعون ممتاز كم مقطعا لدينا في كلمة حشرات لدينا أربعة مقاطع والآن انظروا جيدا لكلمة حشرات هيا نقرأها للمرة الأخيرة حشرات جميل جدا انظروا إلى الكلمة وحضروا أقلامكم لنبدأ بالكتابة هل أنتم جاهزون؟ هيا ابدأوا الآن اكتبوا كلمة حشرات انظروا جيدا إلى الكلمة التي تظهر أمامكم حشرات هل انتهيتم من كتابة كلمة حشرات؟ أعيد وأكرر انظروا جيدا للكلمة التي تظهر أمامكم لا تنسوا التشكيلة رائع هيا ننتقل بعدها للكلمة التالية هيا نقرأها سوية كثيرة نقرأها مرة أخرى كثيرة جميل جدا هيا نقطع كلمة كثيرة كثيرة جميل جدا كثيرة أحسنتم كم مقطعا لدينا في كلمة كثيرة؟ لدينا أربع مقاطع أحسنتم والآن هيا نقرأها سوية كثيرة جميل جدا مرة أخرى كثيرة انظروا إلى الكلمة جيدا هيا حضروا أقلامكم لننتقل لمرحلة الكتابة والآن هيا نكتب كلمة كثيرة مرة أخرى أقرأها وهي تظهر أمامكم كثيرة هل انتهيتم من كتابة كلمة كثيرة؟ حسنا هيا ننتقل للكلمة التالية هيا نقرأ الأنواع مرة أخرى هيا نقرأها الأنواع هناك طلاب لم يقرأوها معي بعدهم هيا نعيد قراءتها مرة أخرى الأنواع هيا نقطع كلمة الأنواع هيا الأنواع جميل مرة أخرى الأنواع أحسنتم كم مقطع لدينا في كلمة الأنواع أربعة مقاطع جميل جداً والآن سنقرأها للمرة الأخيرة الأنواع الأنواع جميل سأعطيكم بعض الوقت لتنتهوا جميعاً من الكتابة هل انتهيتم من كتابة كلمة الأنواع؟ نعم أنتم رائعون والآن نضع نقطة بجانب كلمة الأنواع لأننا كمنا بكتابة جملة وكما اعتدنا أنه في نهاية كل جملة نقوم بوضع نقطة والآن سنقرأ جملة الإملاء سوية هل أنتم جاهزون؟ ضعوا دفتركم أمامكم لتقوموا بتصحيح الأخطاء إذا وجد لديكم أنتم رائعون أنتم أبطال هيا بنا نقرأ جملة الإملاء الفراش حشرات كثيرة الأنواع مرة أخرى الفراش حشرات كثيرة الأنواع عليكم فحص الإملاء الذي قمتم بكتابته قبل قليل الجملة تظهر أمامكم على الشاشة عليكم فحص الإملاء سأعطيكم قليلا من الوقت هل انتهيتم من فحص جملة الإملاء؟ هل انتبهتم إلى التشكيل جيدا؟ أنتم رائعون وتستطيعون تصحيح الأخطاء إذا وجد لديكم؟ رائع جدا الجميع أنهى الفحص هيا بنا ننتقل وصلنا أحبائي إلى نهاية الدرس تعلمنا في هذا الدرس على وتعرفنا على مبنى جسم الفراشة أن للفراشة رأس وصدر وبطن ولها ستة أرجل وأربعة أجنحة أن الفراشة تنتمي لعائلة لفصيلة الحشرات وتتغذى على رحيق الأزهار كل هذه المعلومات تعرفنا عليها من خلال النص المعلوماتي الفراشة كما أننا تعرفنا من خلال النص على أن الفراشة له خرطوم وبواسطة الخرطوم اللساني تمتص الرحيقة وأنها تتكاثر بواسطة الإبادة بواسطة وضع بيودها على ورق الشجر والنباتات وعادة تظهر بشكل عام يظهر الفراش في فصل الربيع ثم انتقلنا إلى مهارة الكراءة قرأنا الجمل التي قمنا بوصفها حول الفيلم القصير الذي عرضناه حللنا الكلمات إلى مقاطعة كذلك قمنا بقراءة نص الفراش ومارسنا من خلال هذا النص مهارة فهم المقرؤ مهارة استراتيجية اتخاذ القرار السليم للإجابة خاصة عندما لم تذكر جملة المفتاح بالتحديد في النص وفي نهاية الحصة في الجزء الأخير من الحصة كمنا بمهارة الإملاء المنقول نواصل التدربة في البيت أحباء الطلاب مرفق رابط في موقع أفاق حول الحشرات بشكل عام وعن الفراش بشكل خاص يتسنى لكم تطبيق ما تعلمناه في الدرس يمكنكم الدخول لموقع أفاق في وقت فراغكم أتمنى لكم أجمل الأوقات وأمتعها هذا هو الرابط المرفق الذي يظهر أمامكم على الشاشة لكي ندخل إلى هذا الرابط علينا أولاً في المرحلة الأولى البحث في جوجل وعلينا كتابة كلمة أفاق في المرحلة الثانية علينا الدخول إلى الموقع يظهر لنا في رأس الصفحة أفاق للمرحلة الابتدائية نضغط عليها ثم ندخل بعدها تسجيل عن طريق وزارة التربية نضع هناك اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكم لتسنى لكم الدخول إلى الموقع تظهر أمامكم بالإطار الملون بالأحمر مبنى جسم الحشرات هذه هي المهمة المرفقة لديكم يمكنكم الدخول إليها وتطبيق ما تعلمناه من خلال هذا الدرس لقد استمتعت كثيراً معكم أطيب الأوقات والأمنيات أتمنىها لكم معلمتكم المحبة نهاية محاجنة إلى اللقاء